الحمد لله عنا طاقات كبيرة وكبيرة بزاف يعني عنا كنشوفوه في الصور يعني فائزين صحيح انا اخترنا هذا الفيديو ديال بالضبط صحيح هذا العزوزي ايضا فاسو مسابقة في قطر ديال الاختراع اختراع جميل يوسف وعنا بزافت الاسماء صحيح عنا تبارك الله في القراءة في تحدي القراءة العربي مريم وفاطمة الزهر صحيح عنا عبدالله عياش ويونس ايضا في بيكسبو في كوريا الجنوبية بالضبط بقالي وايضا بالعياش عنا ما شاء الله عنا حفيد كريكر عنا بزافت الاسماء ديال المخترعين اكيد ولكن البيئة الحاضينا كنظن باقي خسام دلو مجود إلا جينا نتكلموا على واحد من المخترعين الكبر المغاربة اللي يعني هو عطاش حاجة كبيرة في العالم كامل يعني راشيد اليزمي دكتور راشيد اليزمي يعني بلانود بتري البوكتاب يعني بالهواتف النقالة الآن انا كان يعني اختراع كبير كبير بزاف ولكن البيئة الحاضينا الآن راه في سنجابور إذا نحن نتمنى ونشوفوا هذوك العلماء ديالنا لما يبرزوا سواء كانوا في المغرب ولكن حتى في الخارج نحن نجيبوهم حلش فارق وطبع نجيبوهم بدأت مايكروسوفت قبل قليل نرجس يعني من شخص وأستاذ جليل هو في جامعة دينجري في البولي تكنيك يعني لا ما يحضر نش اسميته حاليا أعتذر ولكن كان ضيفي في أحد الحلقات هو هو اللي اخترع الأوتلوك في مايكروسوفت ما حال من مليون كيستخدم الأوتلوك صحيح وهو عشرين عام هو في مايكروسوفت واليوم الحمد لله دخل باش يفيد المغرب من الخبرات اللي يكون ولكن كان بزاف الحواج لحنا ما كان عارفوهاش انه كان مغاربة مفاعلين في الشركات العملاقة صحيح وكان كل سنة كانت تفاجئوا بإنجاز جديد لمغربية أو مغربية والحمد لله ما يفرحني أنا يعني نرجس عشرين وواحد وعشرين سنة يعني بقى طفلة مشيتة شابة يعني في سن صغيرة وقدرات انها تطور مهاراتها الذاتية وتحاول تطور إنجاز أو اختراع يعني هذه إلى لقت بيئة حاضنة ورعاية أعتقد أنه في سن خمسة وعشرين سبعة وعشرين إن شاء الله هي وواحد جنراسيون كما تقدرت تخرج لي ناشي حاجة أكبر وأعمق وفيها فائد الإنساني مع أنه يكون حاضنة ربما للمشرف والمؤثر والأستاذ والمخترع وأيضا الشركات التي يمكن أو المؤسسات أو البنوك أو غير ذلك التي بإمكانها أن تجعل النظري حقيقة واقعة معاشة يكون كي يجمعهم بتلاسة بيهم يعني وفي إطار نحن نتحدث عن هذا الموضوع يعني شاهدنا اجتماع صاحب الجلالة مع ولي بنك المغرب مع وزير المالية وأيضا رئيس مجموعة البنوك المغربية عثمان بن جلون وحديث عن فائدة بثمن يعني قليل جدا أو بنسبة مئوية قليلة جدا نسبة تاريخية في تاريخ المغرب مع مرات تعطات للفائدة من أجل مقاولات صغراء أكيد أنا كنظن أنه يدخل فيها المخترع والمبتكر لأنه أصلا مشروعه هو عبارة عن مقاولة صغراء وسلعة قابلة للبيع شنو رأيك فد أنا كنقول لذا ما حاضنة توفر هذه العناصر كاملة وتقدر تعطينا واحد المنهجي يتعامل تساعد المغربة في الاختراع والمبتكر يمكن لي إلا أنشطرك الرأي أنا بنسبة لي هذه البيئة الحاضرة أنا ما نقولوش ما كاناش مجهودات كان مجهودات حاليا ولكن باقي خصوة نعملو في هذا الأيطار هذا باش نوفروا واحد الحاضن اللي كتكون كتشمل يعني إحنا مثلا نأخذوا على سبيل المثال يعني مركز المبتكر أن الناس يأتيوا من شركات يعني خريجي المهد يأتيوا من شركات يعني يأتيوا بخيبرات ديالهم كيمتلوا الشركات ديالهم يقدروا في بعض الأحيان يكون دعم ولكن يعني نبغينا ربما تتكلمنا إلى المقارنة مع قطار مع واحد العدد من الدول نحن باقي عنا واحد المرحلة اللي يخصد أن نخذوا فيها لا نقارن معهم في مجال الابتكار يعني المغرب سادس عربيا ثالث أفريقيا و 72 عالميا في الابتكار والاختراع سنة 2017 صحيح يعني من الدول الرواد إلا ثالث أفريقيا أي أنك دولة رائدة سادس عربيا بإمكانيات دول الخليج بإمكانيات دول أخرى بتعداد السكان المصر بزفت الحوايج اللي كتلعب يعني دور كبير جدا في هذا الأمر نحن فقط نتحدث عن الحاضنة يعني باش نعاونوا هذا المبتاكر صحيح يستقدم وترجم حتى أعماله على الأرض الواقع بالضبط يعني يسوق المنتوج ديانه